الافعال الكبيرة دوت يا سيدي علي عمل من خلاله مثلا 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 الفين دولار علي جديد والافعال الكبيرة دوت عرض معمول عشان خاطر انه الافعال الكبيرة دوت عرض معمول عشان خاطر انه هو يعمل ايا جماعة علي عشان علي لسه منضم جديد في الحالة دي احمد اللي جاب علي من خلاله هيقبض الف دولار ليه هيقبض ألف دولار؟ لأنه هو هياخد خمسين في المية من البونس بتاع علي طب علي عمل أربع تلاف أحمد هيعمل ألفين طب علي عمل مئة ألف أحمد هيعمل خمسين ألف ولكن طبعاً الحد الأبصل للعرض هو تلت تلاف وستمائة دولار يعني تقدر أنك أنت تعمل على كل شخص بيبدأ معاك البزنس دوت جديد لو اشتقلت معاه ممكن تكسب من خلاله ألف وثمانمائة دولار ألف وثمانمائة دولار إجمالي؟ لا ألف وثمانمائة دولار على الشخص الواحد طيب ينفع تعيد حسة نفسي تهت تهتي؟ طيب بص يا ست أحمد جاب علي فبالتالي إيه اللي حصل؟ علي تأهل للعرض الجديد بتاعنا فإيه اللي يحصل؟ أحمد ياخد خمسين في المية فوق الأب بتاع علي بس علي عمل ألف أحمد يعمل خمسمية علي عمل ألفين أحمد يعمل ألف بس كده الموضوع بسيط جداً يعني من الآخر كده هبسطها لك جداً لو أنت النهاردة عايزة تستفيدي من العرض دولي حاجة من اتنين يا إما بص بقى ركزم عشان حيط الجديد هي اللي مفاهمة قوي حاجة من اتنين يا إما أنت شخص لسه ما بدأش أو بدأ النهاردة يعني أنت شخص جديد فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ بالتالي كده أنت هتبقي مؤهلاً أنت تعملي حد 3600 دولار من العرض دولي أو الشرط التاني وهو الأكثر شيوعاً هو إيه؟ هو السبونسر أنك أنت يبدأ من خلالك شخص ويتأهل للعرض تمام؟ طيب ده كلام عظيم جداً هنا يا جماعة يجي لي حد ويبعث لي على الشات ويقول لي ما هي شروط العرض هقولك شروط العرض للناس اللي ما تعرفهاش لأن الماسف أكشن يا جماعة يعني اللي كان نازل قبل كده كان ليه شرط وده لي بس شرط تاني مختلف شوية ركز معي ركز في المعلومة دي عشان المعلومة دي عشان كده أنا كنت بقولك من شوية أنت محتاج تفهم موضوع 35% عشان خاطر أن ده كمان هيتطبق فيه الماسف أكشن طيب دي كانت المعلومة اللطيفة الأولى وهي فكرة أن الاسبونسر هياخد 50% كمان يا جماعة طب حلو طب دي المعلومة الأولى المعلومة التانية المعلومة التانية يا جماعة أن موضوع الألف أنت في الماسف أكشن دوت عندك أربع اختيارات يتعمل ألف نقطة إجمالي ما بيعايد في خلال شهر وتاخد مبلر أو تعمل 2500 أو تعمل 5000 أو تعمل 10 000 فالشركة قررت أنها تعمل يا جماعة قررت أنها تخلي الناس اللي هتعمل 5000 والناس اللي هتعمل 10 000 تدي لهم كمان مساحة شهر كمان يعني لو أنت على سبيل المثال قدرت أنك أنت في خلال أول شهرين تعمل 5000 نقطة أو 10 000 نقطة فكده كمان أنت مؤهل في العرض دول لا تتكلم على السريع من فضلك ممكن تترجم لنا الترجم إيه؟ بص فئة 2500 فئة الخمسة فئة العشرة تمام؟ طيب حلوة أوه فئة الألف فئة 2500 فئة الخمسة فئة العشرة إيه هي الخمسة والعشرة؟ ألف نقطة 2500 نقطة 5000 نقطة 10 000 نقطة دي أربع فئات موجودة عندنا هيا طيب أي رقم أنت هتعمله الابلايم بتاعك السبونسر بتاعك هياخد فوقيه 50% ماشي مع بعض حالو يتطبق عليه القانون الخمسة والتلاتين في المية كمان ماشي مع بعض حالو هتقول لي طيب ماشي بس هنا في نقطة إيه هي بقى اللي أنت بتقوله ده إسلام في موضوع ستين يوم هقولك فئة الألف وفئة الالفين والخمسمية دول لازم يتعملوا في خلال أول شهر طيب فئة الخمسة تلاف والعشرة تلاف الشركة تديك سماحية لمدة كمان شهر تقدر أنك أنت تعمل إيه تقدر أنك أنت تتأهل فيهم فتعمل البونس الأعلى وبس كده يا رب ما حدا يسأل شوية يعني نقطة نقطة يعني هي دي اللي هتجيلي دلوقتي حالا هتجيلي نقطة طيب خلينا يا جماعة أقول لكم وأعمل شير تاني للسكرين اللي أنت محتاج تأخذها سكرين شات بالنسبالك وتبقى فاهم كويس جدا بص خد دي سكرين شات كده وانا هتبقى مع الماستر أو بلانينج يا جماعة في آخر الكول يعني كمان ساعة من دلوقتي انت هتبقى عارف بالزبط الخطة اللي أنا همشي عليها بالزبط والأفعال اللي أعملها بالزبط عشان خاطر أعمل كان بالزبط كل الكلام دوت هتتعرفه معين طيب النقطة الأخيرة اللي عايزة تكلمك عنها وأخيرا يا جماعة عايزة أقول لكم إن شركة جناس عاملة حاجة عظيمة جدا اسمها بروموشنال بوينتز يا جماعة بروموشنال بوينتز ديت عبارة عن إيه البروموشنال بوينتز ديت عبارة عن باقات خاصة الشركة منزلاها عشان خاطر